السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة خلود يوسف هنكمل مع بعض شرح مادة الاناتومي شابتر نومبر ناين هنتكلم فيه عن الكارديوفاسكولور سيستم هنتكلم في الشابتر ده عن حاجة اساسية اللي هو المين ارجن عندي فيه السيستم ده وهو وهنشوف كزا حاجة فيه الاناتومي بما ان احنا بندرس اناتومي طبعا وهنشوف ونعرف عن والسيستم كله بيشتغل ازاي ونعرف برضو اللي هو بيشتغل ازاي طيب نبدأ مع بعض اول حاجة الكارديوفاسكولور سيستم هو هو لو جالك في الاختبار او الاجزام عندك السيركولاتوري سيستم تمام فالكلام اللي انا هقوله هنطبق على المسميين دول طيب بيتكون من ايه انا عملته كبيرة او اساسيين هو المين ارجن اللي هو الهورت والجزء التاني اللي بيتكون منه السيركولاتوري سيستم البلاث فيزلز طيب الهورت العضو ده الحقائق او الحاجة اللي انا عايز اعرفها عنها لكن الفاكس اباوت ذا هومن هورت عبارة عن ان الهورت is roughly the size of closed hand يعني هو قد قبضة اليد الارجن ده كله قد قبضة اليد بزبط the heart weighs between about تقريبا من 122 ل400 جرام طيب ايه دقات القلب ازاي بعرف ان القلب فيه مشكلة هو ايه هي البوينت نومبر ثري اللي بتعرفني ازا كان الهورت فيه مشكلة ولا لما انا بجأس النبض او بجأ اسمع بسماعة النبضات اللي هو الهورت بيتز الطبيعي او النورمال ان هو بيعمل ميت الف نبضة تمام القلب بيعمل ميت الف نبضة في اليوم يعني بما يعادل ثلاثة بيليونز ثري بيليونز بيتز طول حياتك ممكن تعمل ثلاثة بليون اه نبضة طيب بعد كده بيقولي ان الادلت هورت بيت ابوت سيكستي تو ايتي تايم بير منت في حين ان النيوبونز اه نيوبونز عندي الهورت بيتز بتايتهم بيكون فاصل زين اضلت هورت وبيكون حوالي من سبنتي لي اه تقريبا ممكن يوصل لي اه 200 تمام طيب دي نقطة مهما ممكن بتيجي دايما في او في ان انا عندي اه الاكتر النبضات بتبقى اكتر في الاطفال ممكن تبقى او عن الادلت اللي هما البالغين ده من ستين لتمانين اه نبضة في الديئة الواحدة اه اما النيوبونز او الاطفال بيكون من سبعين لميتين تقريبا اللي هو مئة وتسعين او ميتين تقريبا يعني اه نبضة في الديئة طيب الهورت بيضخ دم الكمية بتاعته بتوصل انه يكون خمسة و سبع من عشر الليتر. تمام? خلال الجسم كله. طيب بعد كده عايز اعرف في المكان بتاعه والاناتومي. هو انا بدل هادرس الاناتومي بتاعه يبان هادرس بتاعته بالتفاصيل وهادرس الموقع بتاعه. طيب اول حاجة لازم اعرف ان عبارة عن عضو عضلي. هو اصلا بقى يعني بعتبره ان هو عضلة. تمام? طب موجود فين? منجوز في المنطقة الصدرية بين الرئتين. طيب هو عبارة عن شكله شكله مخروطي زي ما انا رسمه بزب. البوينت اللي جاي دي بركز عليها سواء كانت هتجي في اختبارات او غير اختبارات هتفيدني في الحياة العملية. طيب. طبيعي هميتها. هقول لك ان انا عندي يعني ابيكس يعني قمة. والبيز يعني قعدة. فالطبيعي البديهي ان انا اقول ان الجزء العلوي ده هيبه هو الابكس والجزء السوفلي هيبه هو البيز. لا. في العكس. تمام? الجزء العلوي ده هو البيز. في حين ان الجزء السوفلي بتاعه هو الابكس. تمام? طيب نكمل. طب الابكس اللي هي القمة موجودة فين بالزبط. موجودة في الانتر كوستال سبيس للفيفس ريب. تمام? بنهاجة عند الرب الضلع رقم خمسة. بين خمسة وبين ستة الانتر كوستال سبيس ده موجود فيه المنطقة بتاعت الابكس. بتاعت الارجنز اللي هو الهارت. طيب. is located in the center of the chest. very very important ان انا اعرف النقطة دي. معظم الناس بتبقى عارفة ان الهارت فين? لا نحية اللي فت صايد. كلام ده غلط مش نحية الشمال. لا ده هو موجود في center of the chest. في مركز الصدر. تمام? ودايما يميل slightly pointing left. يعني ايه كلام ده? يعني هو موجود في center. في المركز. بس بيميل نحية الشمال. شوية. بيتاجه نحية الشمال شوية. طيب. في فصل مهم جدا. الشابتر اللي انا اخدت فيه دا هيفيدني على طول. طول ما انا بدرس الاناتومي لازم هقول دايريكشنز. فلازم نراجع نعمل عليها ونعرفها كويس. سوبيريور اي حيث سوبيريور يعني علوي. يبقى انا لو جيت بسيط على البيز على الرسمة هلاقي ان هو فعلا خد ويتست بارت. بقى عنده مساحة اوسع خد مساحة اوسع. وبدأ يكون سوبيريور يعني متاجه الاعلى. طبعا هاجي عند الابكس وهتبقى العكسة تبقى انفيريور. متجهة الاسفل. وبلاقيها ان هي ريست ان ذا ديفراجم. ديفراجم اه اللي هو الحجاب الحاجز. بلاقيها ان هي اه متجهة للحجاب الحاجز وريست اون يعني اللمسة او اه مرتكز عليه. بعد كده بيز از اه دايريكت بلاقي ان البيز القاعدة متجهة للشولدر اللي هو الكتف. خاصة الريت شولدر. تمام? اللي هو الكتف الايمن. طيب. تحالوا بقى نشوف الانات مبتعة. مهم جدا جدا جدا. وفي تفاصيل اعايز اكتو ادبالكم منها معيا. اول حاجة خلاص عرفت ان تمام؟ اه 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 احنشرح كل حاجة بالتفاصيل. بما ان انا بشرح اناتومي. فلازم هرسم. لازم وريكم الكلام ده عالرسم. فكله هشرحه للكو تاني عالرسم. اوكي. اه ديفراجم الكلام اللي انا قلته ده. تعال اشوف معايا الرسمة الليها رسمة. هتقول لها مش فاهم حكا. طيب تمام. اول حاجة الرسمة ديت ابارة عن الاسترنم في النص العزمة بتاعت الاسترنم. عزمة القص وطالع منها الربس. انا عارفة ان هي اصلا مرتصق فيها الربس عن طريق كستل كارتلج. وده انا ادجزت قبل كده. طيب. رسمت الربس ديت من نمبر وان. الربس نمبر وان. طبعا على هاية ازواج من رقم واحد لحد رقم سوا. خلاص كده. بصوا بقى في خطين مهمين لازم تاخد بالك منهم. الخط اللي انا بحدد عليه مرة تانية. ده. الخط ده اسمه الميدلاين. شرحته قبل كده. الخط ده اسمه الميدلاين. هو الخط اللي بيقسم الجسم. بيقسم الجسم. بيعمل لجسم. لي. تو اكل. تو اكل. اه 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 سايت. تمام? اللي انا بيقسم بقى. الرايت سايت. وليفت سايت. حكس اتجاهك. الرايت سايت. وليفت سايت. تمام? طيب. خلاص. ده اول خط. طب الخط التانية ده ايه? قل ده الميد كلافيكال لاين. اسمه ايه? اسمه الميد كلافيكال لاين. هتقول لي ايه فايدة الكلام اللي انت بتقولي ده? لا ليه فايدة. فاكرين لما شرحت لكم انواع الاناتومي قلت ان انا عندي كزا نوع للاناتومي. مش شرط ان انا امسك الجزء وشرحها بس. قلت لازم دكتور المتمرس لازم يعرف يعمل رسمه للعضو او يعمل سنس. يبقى عنده سنس. عنده احساس بالعضو. يعرف يرسمه خارجيا. تمام? ويعرف اذا كان فيه مشكلة ولا ما فيهوش مشكلة. طيب. فانا عندي لازم يبقى عارف مكانه. تمام? هو عشان يوصل لان هو يعمل اه عملية. لازم يكون دكتور شاطر يقدر يشخص قبل ما يدخل الرجل عمليات. تمام? فالكشف المبدئي ان انا ابقى عارفة مكانه العضو ده كويس وعارفة الاناتوم اللي انا درسته. اللي هو ايه? اللي هو انا بيجي رسمت خلاص المنطقة الصدرية ورسمت الربس. وعندي اه 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 في دماغي ازاي انا هحس العضو بتاع الهارت موجود فين بالزبط. خلاص بيتعارفة الميد لاين موجود فين. طب وبعدين انا عندي حاجات اساسية انا قلت عليها. عندي قمة وعندي قاع البيز وعندي وعرفت ان البيز آآ بيقع في الففيز اوكييييه انا هاجي عند نقق لقم خمسة وحس ال 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 ل herep عندي وهبدأ احط نقطة عند تبيترى عند اي مكان هحط النقطة في الانتر كوستالس بيس قالك لا هو اه بين الرابع والخامس في الفراغ بتاعه بين الخامس وسادس الفراغ بتاعه تمام كده هحط النقطة دي طيب عند اي مسافة لا عند مسافة معينة خلاص دي اول نقطة طيب خلاص كده انا حددت اول حاجة اللي هي الابكس طيب انا عايز اعرف البيز موجودة فين تعالي طلعي فوق امشي ناحية وخدي من اول اللي انت رسماه لحد هتاخدي مسافة ونحط نقطة دي هتمثلي جزء اللي هو اللي هو ينتمي للبيز طيب والنحية التانية الجزء التاني هو كده خلاص انا برسم هو طيب الجزء التاني هقولك من الميد لاين ايس واحد انش عند الرب نمبر ثري وحط نقطة طيب ننزل تحت عند الابكس هنمشي من الميد لاين لحد رب نمبر سيكس وهتحط عند هات ايس مسافة او بوينت ثري تحط نقطة النقطة اللي انا حطتها دي بقى واخد بالك من البوينت اللي انا كدبها فوق هتلاقيين ان انا عندي اتريم وفنتريكل يعني اتريم وفنتريكل وعلاقتها ايه بالنقطة اللي انت رسمتيها الهارت بيتكون من شامبرز حجرات خلاص كده عندي فور شامبرز عبارة عن اتريم وفنتريكل الاتريم هم الازين والفنتريكل هم البوطين كده خلص القلب طيب بتمثليهم ازاي او بعرفهم ازاي الجزء اللي انا رسمته علوي النقطتين اللي رسمتهم علوي دول البوطين اه الازين الايمن والازين الايصر اللي هو الليفت اتريم وريت اتريم خلاص طيب وما الان نقطتين اللي هما انفيريور اللي هما عند البيز دول الفنتريكل اللي هو الجزء الانفيريور من الهارت اللي بيمثل الابكس بيكون الفنتريكل عندي الليفت فينتريكل والريت فينتريكل يبقى دول الاربع حجرات بتوعي مسلتهم على هيئة نقط بالمسافات اللي انا قلتلكو عليها طيب في حاجة تانية قولك طبعا في الجزء الاساسي اللي عندي بيبقى موجود فيه الهارت في حاجة اسمها الفالفز الصمامات تمام كده عندي اربع انواع من الصمامات او اربع صمامات لازم نكون موجودة اول حاجة اسمها البلمونوري تاني حاجة الاورطة تالت حاجة الميترول رابع حاجة تراي كابست بيتمثلوا على ايضا اقولك طبعا عندك البلمونوري اول نقطة اول الفالف هيقابلني وبعدها كده الاورطة وبعد كده الميترول وبعد كده تراي كابست طب تجي لي الحاجة ديت في 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 الاجزام طبعا ممكن تيجي على هيئة رسمة انت اللي ترسمها وتبين للمواضع تقول لي ده ايه وده ايه وده ايه وممكن يجي ويتحط عليه الداتا وانا عايزك ان انت تحط لي الداتا ده ايه وده ايه وده ايه كمام ده شكل رسم زي اللي انا بقوله بالزبط يجي لك دايجرام ومحط لي انت عليه اهود اه الرب مرسوم ومترقم وهكذا لحد ما وصل اه للاسفل اه عندي ممكن اعمل ساهم كده وقول لك ده ايه هتقول لي هنا الابكس الناس كتير بيزد لغبط وطلبة كتير اه وحنا ما صح احنا بنلاقي ان الناس عاملة دي البيز لان ده البديه لا هنا العكس اللي تحت هو الابكس والجزء اللي فوق الجزء اللي فوق ده هو البيز والجزء اللي تحت هو الابكس طيب فيه حاجة تانية اقول لك ايه ممكن اجي احط لك نقطة بالزبط هنا واروح عاملة كده شرطتين واقول لك المسافة واحد ونص وعايز اعرف ده ايه طبعا السترنم هو اللي بي اسم هنعتبر ان هو اللي بي اسمه نصين او كده هو مقسوم نصين اهو هتلاقي ان انا عندي هنا اهو ده خط مرسوم قريدي بس مش باية مش واضح في التصوير وده الخط التاني باع عندي لفت وباع عندي رايت وحطت لك هنا مسافة واحد ونص اللي هي وان بوينت فايف وانج وبقول لك ده النقطة دي بتمثل ايه عند الرب نمبر سري هتقول لي ان هو ده بما ان هو نحية الرايت فبقول نحية الليفت سوري هتبقى ليفت خلاص وهو نحية البيز اللي هو سوبيريول يبقى ده الاتريم يبقى ليفت اتريم سهلا على الشرح اللي انا قلتوه لك قبل كده وانطبق البيانات طيب بعد كده الهورت بقى عندي في شامبرز في اه في اه في في فينز اللي هما البلاث فيزلز وفي الفالفست وفي اللي هو بكل المكونات بقى اللي موجودة في الوول بتاع الهورت تعال نشوف اول جزء ونشرحه هناخد كل حاجة ونشرحها لوحدها اول حاجة الشامبرز يعني ايه شامبرز خلاص عرفنا ان هي الحجرات منعي تاني ان هو بيتكون من فور شامبرز بالتفاصيل بقى هنقول ان الهورت عنده فور هولو شامبرز سوبرير و انفيريور خلاص بديهيا شرحتها في الاناتومي في اللوكيشن ان اي حاجة سوبرير عروية نحية التلبيز هلاقيها ان هي الاتريم طيب الانفيريور الجزء السوفلي البطين عنده وعنده طيب مهمة مهمة جدا 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 وبتيجي على طول في الامبحانات تمام ازاي؟ هقولك ان الاتريم هو ايه اصلا اصلا ان الاتريم بيبقى فيه رينكلد باوتشز جيوب رينكل يعني مجاعد اكيس اكيس مجاعدة كده تمام؟ ام موجودة في موجودة في الاتريم طيب اسمها ايه اسمها اوريكلز اي حاجة فيهم ممكن تيجي تشوز ممكن تيجي كومبيت اشير ااتريم وحط التعريف ده كله واقول لك اتريم والفينتوريكل طبعا اتريم يبقى بذرينكل بوتش ده موجود بس في الاتريم مش موجود في الفينتوريكل ممكن يحط الديفينيشن كله ويبقى عايز التعريف ايه هو ده ايه بيكلم عن ايه يبقى بيكلم عن حاجة اسمها الوريكلز تمام طيب بعد كده بيقولين الاتريا او انتر اتريال سيبتم والفينتوريكلز كذلك سيبريتت باي انتر اتريال سيبتم يبقى لازم اعرف نقطة مهمة جدا سواء كانت اتريم سواء كانت فينتوريكلز مفيش حاجة فيهم كنتينوز فيش حاجة فيهم متصلة لا كلهم فيهم سيبريشن فيهم انفصال عن طريق ايه عن طريق سيبتم السيبتم اللي هي الفواصل لو كان اتريم يبقى انتر اتريال سيبتم لو كان فينتوريكل بقى عنده انتر فينتوريكلر سيبتم طيب الهارت بقى كله بيتقسم بحاجة اسمها او بيحصلوا سيبريشن عن طريق لونجتيود للسيبتم يعني فاصل طولي ده بيقسم الهارت بيعمله ديفايدين لريت سايد وليفت سايد طيب بعد كده بعد كده لازم اعرف ان فيه ثيكنيس اوف شامبرز بسميه مايو كارديم اللي هو السماكة بتاعة الحجرات ديت يطرح هي واحدة ولا بتختلف لا طبعا فيه فيه ديفرنت في الثيكنيس طب ليه قالك ده بيتناسب مع الفانكشن بتاعته الفانكشن بتاعته ايه وعلى اساسها بيكون الثيكنيس طيب تعالوا نشوفو ازاي قالك ان انا في دي يعني مهم برضو اه الكمبارز مما بين الاتريم وبين الفنتركلز الاتريم عندها ثين وال والفنتركل عندها ثيكرول طب ليه السبب قالك ان انا عندي الاتريم الازين بيكون عنده ثين وال لانه هو بيعمل سيندنج للبلود انتو ادجيسنت فينتركلز كل مكان المكان السايد اللي هيتنقل ليه دم اقرب فمش هيحصل عليه ضغط كبير فبالتالي السماكة بتاعته بتبقى قل يبقى هو للثيكنيس زين فينتركلز تمام طب ليه خلاص عرفت عشان هو بينقل الدم الاجيسنت في فينتركلز يعني البطين الاجيسنت يعني قريبة منها او ملاصقة لها طيب ثيكر بقى وول ثيكر وول في فينتركلز اللي قال لانه هو بامبس بلاد انتو بلاد فيزلز سترافرد سو بارس او بادي يبقى هو بينقل او بيضخ الدم لكل الارتلي لكل الارتريس اللي هتوصل اه ليه البارس بتاعت البادي لكل اجزاء الجسم فهيبقى عليه بريشور اكبر طيب خلاص انا عارف ان انا عندي رايد فينتركل وليفت فينتركلز طب ليه حاطتهم لي في مقارنة لان في فعلا ما منهم مقارنة بيقول ان الليفت فينتركلز فينتركل زين رايز فينتركل طب انا عايز اعرف السبب ليه قال ان انا عندي الليفت فينتركلز بيعمل بامبس بلاد تو اول اذر بورس بينما رايز فينتركلز بيعمل بامبس بلاد تو لانكس وشي نير تو ات زي ما انا قلت كل مكان المكان قريب كل مكان السماكة كل مكان السماكة اقل يبقى لما نيجي نذاكر ده جرام بسيط هيسهلك الدنيا كلها كده علاقة عكسي بين ايه بين الصايت المكان وبين الثيكنس بين السماكة وبين الصايت كل مكان المكان قريب كل مكان الثيكنس اقل تمام بعد كده بيتكلم عن الوولز الهارت وول الجدار بتاع القلب اول حاجة بيتكون من ثلاث اجزاء يبقى ثري بارتس اول جزء فيه هو البريكارديوم تاني جزء هو الميوكارديوم تالت جزء هو الاندوكارديوم تعال نشوف الفرق ما بينه اول حاجة البريكارديوم بيقولي انه هو ده انقلوز للهارت يبقى ده اللي بيحيط بالهارت كله بيغلفه البريكارديوم الاندوكارديوم هو غشاء بيحيط بالقلب طب وظفت ايه حماية طيب البريكارديوم ده بيتقسم قالك ايوه بيتقسم ديفايد انتو ثري بورتس تلات اجزاء بريتل بريتل لير و بريكارديوم كيفيتي و فيسرال لير البريتل بريتل لير اللي انه هو اوتا لير اس فايب بورس كونيكتف تشو اخد بالي من التكوين بتاع كل بورت بتاع كل جز اشوف بيتكون من ايه اول جز اللي هو البريتل لير بيتهوى الطبقة الخارجية بتتكون من فايب بورس كونيكتف تشو طبقة غير مارينة اخد بالي طيب بعد كده البريكارديوم الكافيتي قالك بتوين تو ليرز انا خلاص اريد عندي البريتل لير و فيسرال لير منقود ما بينهم منطقة المنطقة ديجت منطقة فراغ او التجويف بسمي بريكارديوم كيفتي موجود في بريكارديوم موجود في سائل تمام بسمي بريكارديوم نسبة للبريكارديوم اللي هو جاي منه اللي هو بيكونه اساسا طيب طب وظفته ايه الفانكشن بتاعته قال انه هو الفلاويد ده بيعمل ريديوس للفريكشن بتوين ذاتو من برين دورينج اتس اكشن يبه هو بيقلل الاحتكاك بين الغشائين اسناء الاكشن طب هو ايه الاكشن اصلا ايه الاكشن اللي انا بقول عليه ده الاكشن ياما كونتراكشن ياما ريلاكسيشن ياما انقباط ياما انبساط طيب اخر طب وهي الفيسرال لير بقول انها سيروس انر لير يبقى كانت البريتر هي الاوتر لير اما الفيسرال هي الانر لير بس انا عندي هورت انفاجيناتد الجملة دي مهمة ليدا الهورت بيحصل له انفاجيناتد يعني ايه انفاجيناتد يعني بيدخل قوي بينغامز قوي خلاص يبه هي دي عشان كده بسميها فيسرال يعني حشوي العضو بيدخل قوي طيب هنا الاستيك فوري فليكسابل يعني مارينا مارينا جدا هنا كانت نان الاستيك اخد بالي من الفرقات دي عشان بتيجي في الاختبارات طيب بعد كده اخر جزء في الهورت والجدران بتاعت الهورت والي هي المايكارديم المايكارديم بيقول يبه هي الطبقة الوسطة بتاعت القلب هي اسمك طبقة موجودة تمام طيب يعني ايه مايكارديم لو نرجع الوراء شوية هناخد في الشابتر بتاع المسل انا اديتكم كزا نوع السموذ مسلس والسكليتر المسلس والجزء اللي هو الكاردياك مسل هنا بقى الهورت كومبوزد اوف اللي هو الجزء بتاع المايكارديم اللي في الهورت بيتكوم من كاردياك مسل تيشو انا اريتاك ان الكاردياك مسل اساسا هو اعضلات خاصة بالقلب مش هتلاقيها ذر في القلب تمام كاردياك مسل تيشو كل اللي انا عايزة اعرفه من الورقة دي ان انا عندي المايكارديم بتكاون من كاردياك موسلس الجزء ده وان هو بيتشتغل كأنها واحدة واحدة عشان تعمل كونتراكشن انقباض وبالتالي تعمل سكويزنج يعني سكويزنج ان هي تدفع الدم للهورت شامبرز للحقرات بتاع القلب كله ومنها تروح للأزر بورتس بتاع البادي طيب الثيكنيز بتاع المايكارديم لكن هو الجزء اللي انا شرحته قبل كده هو اللي بيفسر الجملة دي ازاي بيقول لي ان السمك بتاع المايكارديم يبقى المايكارديم هي اللي بتعمل السماكة بتاعت الهورت تمام؟ فبيقول لي ان السماكة بتاعت المايكارديم ديت بتتنوع من مكان لاخر على حسب ايه؟ على حسب الفورس اللي بيحتكى عشان نعمل دفع للبلود تمام؟ زي ما انا قلت المكان القريب بيبقى اقل سماكة لو انا هدفع الدم بيحصلوا بومبينج لأدجسنت بورت فذا بيبقى السماكة بتاع تقولها يلا لو انا بعمل بومبينج لأدر بورتس لكل البورتس اللي موجودة او بوريس من الأورترز فانا بحتاج ضغط اكبر فبالتالي بتكون السماكة اكبر طيب بيقول ان المايكارديم سراؤنين جزا الليفت فنتركلز بتبقى ثيكس بيقول ان الثيكس بوشن او دامايكارديم اسمك منطقة في المايكارديم بتحيط بالليفت فنتركلز وبالتالي انا قلتاك فقبل كده ان الليفت فنتركلز هو اسمك منطقة تمام؟ طيب بعد كده ان الاتريال وور ارسن وبرده المعلومة دي اه بمجرد تسكير لان هي تقرر التاني الاندوكارديم بقى اللي هو اخر جزء بيقول ان ده الانر لير او ده بول او ده هارت ديات المنطقة الداخلية بتاعت القدار بتاع القلب ميت فروم ابثيليا اللي تشو ده بتكوب من نسيك طلاقي ماشي؟ smooth to help in movement of the blood هنا الفونكشن ليه بيتكون من نسيك طلاقي؟ وايه اهميتها؟ قالك اهميتها بتكمل ان هي تعمل moving بتسهل الحركة بتاعت الدم اسهل مثالي علشان تتخيلها شوف اللي سكين بتاعك اطلا ده بيتكون من ابثيليا اللي تشو بالضبط لو جيت عملت سكبت عليه مية شوف المية ما بتفضلش على الجلد الحركة بتاع سهولة الحركة بتاعت المية بنفس سهولة حركة الدم اللي بتوفرها الابثيليا اللي موجودة في الاندوكارديم تخيلتها؟ فانا عندي ده بيعمل ايه؟ بيعمل helping the movement of the blood continuous with endothelium of the blood يعني هي بتكون متصلة مع الجدار الداخلي بتاع الاوعية الدموية اللي هو بينقل الدم تمام؟ it covers the valves of the heart كمان بتوحيد مش بس الاندوكارديم موجود في الطبقة الداخلية بتاع الجدار ده بيحيد كمان بال valves السمامات بتاع القلب طبعا لسهولة حركتها بعد كده بيقول blood supply of the heart اللي هو الاندوكارديم الدموية للهارت طبعا احنا كل كل كلامنا من اول ما بدأنا ان الهارت organ بيعمل bombing لل blood and other parts ان هو عضو بيعمل دفع للطيار دم لكل اعضاء الجسم تمام؟ طيب هو بقى؟ هو مش organ؟ طبعا احنا اتفقنا ان اي organ بيحتاج ل blood supply تغذيعة دموية و nervous supply تغذيعة صدي صح كده؟ طيب بما ان هو بيعمل bombing لل blood هو زي بيتغذبه؟ قالك لا بما ان هو organ هو ليه تغذية دموية هو كمان بس هو ليه تغذية دموية عن طريق arthris معينة تمام؟ فالarthris بتاعته بيقول ان arthris supplying the heart are called coronary arthris يبقى فيه تغذية دموية بتوصل للقلب بس عن طريق arthris معينة بسميها coronary arthris اللي هي الشرايين التاجية طيب بما ان هو organ صح كده؟ فبعد ما هياخد الاكسجينات بلد اللي جايله بكل نيوترونس اللي جايله هيحصل ان فيه waste وباي بروتكس هتطلع ويتحاول الاكسجين ل carbon dioxide فتبقى فيه باي بروتكس عايزة تخرج من الورجن ده فبتحتاج ايه؟ تحتاج الفينز اللي هي الاوردة زي ما احنا عارفين في كل اورجن موجود كده موجود artery موجود vein موجود lymphatic subli موجود nerve subli صح؟ طب الفينز بقى قالك الفينز اللي موجودة الفينز يبقى large veins large veins اللي هي الاوردة كبيرة الحج بسميه سينس جيوب يبقى انا عندي الفينز زرينيش بيخرج من الهارت عن طريق coronary sinus اللي هي large veins خلاص with end of the heart في نهاية الهارت visils of the heart the heart supplies with the blood through the right and the left coronary arteries طبعا اي حاجة هتكلم عنها في الهارت لازم عارف ان فيها left وفيها right فالcoronary arteries اللي انا ارتلك عليها بيجي تغذية للجزء ايسر وبيجي منها تغذية للجزء الايمن all veins of the heart drain into the right athrium كل ال veins كل الاوردة بتصب في الازين الايمن ليه؟ علشان تروح بعد كده تروح بعد كده ليه ويحصل لها عملية طاقية وتتحمل بالاكسوجين مرة ثانية وترجع للقلب ووضعها لبقية الجسم اللي هي السركل اللي احنا عارفنا الفيزلز اللي هي الاوعيات الدموية اما entering اما leaving entering طبعا تبقى leaving veins coronary trunk هي عبارة عن ايه؟ هلا ان الفيزلز ديت بتتكون من coronary trunk اللي هي الاوعيات التاقية سواء كالهي الارترس التاقية شرايين وبعد كده pulmonary trunk و four pulmonary veins اربع اوردة رئوية و الاورطة اللي هو اكبر شوريين بعد كده بيكلمني على coronary arteries by details coronary arteries طبعا انا اتفقت ان انا عندي بتتاسم لليفت من coronary و right coronary arteries الليفت بيقول سابلايز بلاد to the left side of the heart muscles خلاص بدي هيا نعرفتها left ventricles و left atrium طبعا بينما right coronary arteries بيعمل لحد هنا مطفقين بعد كده بيقول ان left coronary arteries بتنقسم له فروع لو جت بسيط على الرسمة هنا هلاقي ده coronary artery تمام بتكلم عن left يبا انا همسك ده ده coronary artery تمام خلاص بعد كده هيبدأ يتفرع لبرانشز فروع اهو زي ما انا بحدد لك على الرسمة كده فروع branches left anterior descending artery left anterior descending artery اي حاجة نزلة كده يبقى ده descending يعني ايه descending يعني الاسفل نزل الاسفل يبقى ده اسمه البرانشنج اللي هو left anterior descending artery ضبطه بيغز ايه بيعمل supplying للبلود ايه and supply blood to the front of left side of the heart يبقى هو بيدي التغذية للجزء الامامي من الجهة الخلفي ايه من الجهة من جهة اليسار يبقى هو بيغزي الجزء الامامي من جهة اليسار بس الجزء الصفل لان هو descending نزل الاسفل طيب circumflex artery ده البرانشنج سخد بالك الفروع اللي طلعت من coronary artery الاساسي طيب circumflex artery ده ايه encircle the heart muscle بيجي عند العضلة اللي موجودة سواء كان موجود في الاثريم او موجود في الفنتركل في مايكارديام اللي هي العضلات circumflex circumflex اللي هي دي جزء ده يلف حوالين العضلة عشان يغزيها يعمل لها امتدات بالنيوترنس بالاكسجين بكل المواد اللي هي محتاجها عشان تشتغل العضلة encircle the heart muscle supply to the outer side and the back of the heart يبقى يشوف الجزء الخارجي والجزء اللي في الخلف يبقى بي بما ان هو circum circum يعني circum يعني دايرة بيلف حوالين العضلة بياخدها من قدام الورقة فبيغزي كل المنطقة يبقى بيغزي المنطقة الخارجية وياخد لحد back المنطقة الظهرية المنطقة الظهرية اما ده البرانش اللي نازل بيغزي بيغزي المنطقة الامامية كلها سواء كان البوطين او الاوزين خلاص طيب قال ان انا عندي ممكن تيجي كده اختصارات ويبقى هو عايز التكملة فالاختصار ده الاس ا اختصار للسينو اتريال نوت و الاب هي الاتريو وفنتريكال نوت خلاص وش ريجولار هارت بيت او هارت ريثم يبقى انا عندي دلوقتي انه هو ال الجزء الجزء ده الجزء ده ما قسمهوش او ما عملهوش برانشيز لا هو قال لي انه هو بيعمل الجزء اللي تحت ده بيغزي اللي هي بتغزي الحواف بتاعة الهارت تمام الاساسية كل وظفتها انه هي تعمل امتدات تموية الجزئين اتريال نوت و اتريو فنتريكولار نوت اللي هما مسئولية عن تنظيم ضربات القلب جزءين دول النوت ديت هي اللي مسئولة عن تنظيم ضربات القلب واللي بيمدها بال بالبلوت سابلاي هي الرايت كوروناري ارتري طيب الرايت كوروناري ارتري زي ما قلتك فيها برانشيز بس عندي بيبقى فيها ديسيندينج ارتري واكيود ماريجنال ارتري اللي هو دي اهم حاجة في البرانشيز بتاعة الرايت كوروناري هو برانش واحد اللي هو اكيود ماريجنال ارتري اللي هو بيغزل حوايا بتاعة القلب تمام الهارت فولفز بقى اللي هي ايه الهارت فولفز الصمامات عندي اربع انواع من الصمامات عندي اربع انواع من الصمامات عند او لي اسمه تاني اسمه والاورتك فولف والبلموناري فولف الاتنين دول بسميهم سيميلونار فولف يبقى الاتنين دول ليهم اسم شامل للاتنين اسمه سيميلونار فولف موجودين فين الاتنين على المخارج بتاعة القلب يبقى البلموناري والاورتك سيميلونار فولف موجودين على الاتنين فولده هارت عندي الترويكابسل الترويكابسل فولف الترويكابسل فولف عبارة عن ايه مهمين جدا وبيحصل اللغباطة فيهم في الامتحانات لازم هيجي واحد فيهم الترويكابسل فولف عبارة عن ترويكابسل فولف من اسمه هتعرفوا الموجودين اتريو فينتركل يعني بين الاعتريام وبين فنتركل بستعشوا بقى اهنى اعتريام واهنى فنتركل ال between right atrium and vent deck بين يبقى هو في الجزء اليمين بما انهو right يبقى الترويكابسل موجود في الجزء الايمن right sight بين الازين وبين البطين الاتريام والfنتركل موجود ترويكابسل فولف طب ده بيعمل ايه بريفينت بلود انا عرفت ان الاتريم بيعمل بومبينج للبلود تو ده فينتريكل صحة كده يبقى بيدفع الدم من الأزين للبطين طب ايه همية الفولف الدم يمشي في المصاري الطبيعي بتاعه ما ينفعش يرجع يبقى دي وظيفة الفولف الدم ماشي كده ده البلود فلو مستحيل لو الفولف نورمل وما فيوش مشكلة مستحيل الدم يرجع كده اطلاقا استحالة يبقى الدم بيمشي في اتجاه واحد واللي بيساعد في العملية ديت هي وجود الفولف يبقى بيمشي من الاتريم يروح للفنتريكل ويمنع رجوعه خلاص موجود فيه ثلاثة موجود فيه ثلاث فتحات او ثلاث مخارج يعني ثري ليفلت او او كاسبس يبقى لها اسمين يأما ييجي في الاختيارات ليفلت يأما كاسبس والازم بعرف الرقم مهم جدا انه هو ثلاثة ليه ثلاث مخارج تمام؟ طيب بالنسبة للباي كاسبت فولف ليه اسم تاني هو المتر الفولف يبقى ده هو ده الكلام ينطبق على اثنين برضو الفولف ده موجود بين الاتريم الاتريم وبين الفنتريكل عشان كده بسميه اتريو فنتريكلر فولف بس موجود فين؟ موجود في المنطقة الليفت سايد موجود بين الليفت اتريم واللفت فنتريكل يبقى بريفنت بلوت انتو فنتريكل فلوينج باك انتو ذا انتريم يمنع رجوع للازيم مرة تانية عنده تو كاسبت مهم زي ما قلتلك مهم الارقام عنده تو كاسبت يعني مخرجين طيب البلموناري فولف ايه البلموناري فولف البلموناري فولف دي بقى موجودة بتوين ذراية فنتريكل دي مهمة مختلفة بقى يبقى انا دي السيميلونر النوعين دول اللي انا قلت عليه السيميلونر فولف تمام البلموناري فولف موجودة بين البطين الايمن وبين البلموناري ارتري الشرايين اللي هي الرئوية اللي هي رايحة للرئة خلاص يبقى هنا موجودة بين وبين البلموناري ارتري اللي هي متجهة للرئة طيب الاورتك فولف الاورتك فولف اللي هو الصمامات الموجودة في الشريان الاورتي اللي هو اكبر شريان ده موجود بين الليفت فنتريكل وبين الاورتي اللي هو الشريان الاساسي اشتركوا في القناة